اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل اكد ان اعتزاز عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتثمين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في صفوف الامامية لتصدي لفيروس كورونا يمثل دافعا لمواصلة العمل بذات العزم جاء ذلك لدى تسليم سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بحضور وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من منتسبية الهيئة انفاذا للأمر الملكي السامي جهود مستمرة للأصول للنجاحات المنشودة للإسهم بشكل مباشر في تصطيح منحن الوباء في مملكة البحرين قام بها منتسب هيئة تنظيم سوق العمل مؤكدين استمرارهم في تغلب على التحديات بذات العزيمة والمسؤولية العالية التي تتحلى بها الكوادر الوطنية والتعامل مع المستجدات بحذر وحرص حفاظا على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في البداية نتقدم حق صاحب الجلالة الملك المفدد حفظ الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء المؤقر حفظ الله ورعاه على تكرمهم بمنح موظفي الهيئة 53 موظف من الهيئة وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي طبعا هذه الوسام فخر على صدورنا جميعا كموظفين الهيئة مثل ما انتعارفين الهيئة كانت من الجهات الدعمة لفريق البحرين الوطني أثناء الجائحة والله الحمد قدمنا خدمات للعمالة الكل شهد لها من إشادات دولية من خارج البحرين توجيهات صاحب الجلالة في مجال حقوق الإنسان أثمرت عن الكثير من المبادرات منح كوادر هيئة تنظيم سوق العمل العاملة ضمن الصفوف الأمامية لوسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي يعكس اثمام القيادة وتقديرها للجهود الوطنية التي عاملت بكل جهد وإخلاص في سبيل مواجهة المملكة تدعيات هذه الجائحة العالمية قدم جزيل الشكر إلى صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة وتقدم جزيل الشكر إلى سمو الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على دعمهم اللامحدود خلال الفترة التي عملنا فيها طبعا سعيدين بالوسام وطبعا ستكون انطلاقة لنا إن شاء الله نحو تحقيق المزيد من التقدم والنجاح كما أشكر جميع زملائي وموظفين هيئة تنظيم سوق العمل يا طيب لنا في البداية طبعا أشكر جزيل الشكر والامتنال لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة وأسموه الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس وزراء الموقر على دعمهم ورعايتهم لفريق البحرين وتكريم بهالوسام الغالي علينا طبعا ونخص بالشكر كذلك لدارة تنفيذية العليا فيها تنظيم سوق العمل فريق البحرين أثبت أننا حصلنا إشادة أممية ودولية على الإنجاز في مكافحات الجائحة وأود أشكر جميع العاملين في الصفوف الأممية معنا دور كبير لعبه فريق البحرين في مواجهة مختلف التحديات بروح الفريق الواحد متسلحين بحب الوطن والعامل الدؤوب لما في مصلحة ورفعات المملكة تزينت صدور العاملين في الصفوف الأممية والجهات المساندة بوسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي الذي أتى تخليدا لعملهم الدؤوب والتضحية التي أعطت مملكة البحرين مكانتان عالمية خلال محاربة هذه الجائحة لتثبت مملكة البحرين مرارا وتكرارا أن ثروة الحقيقية هم أبناء الوطن شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين